السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة بلقائي بكم مجددا في هذا الاقتراح اقتراح للمستوى السادس وعبارة عن امتحان موحد اقليمي لنشاهدة الدروس الابتدائية إذن نبدأ بالسؤال الأول أمثل الجداء التالي باستعمال القوى اثنان وثلاثة ثم أحسب مئة وخمسة وعشرون من مضاعفات خمسة يعني هناك عدد مضروب في خمسة يعطينا مئة وخمسة وعشرون نحن سنبحث عن هذا العدد بالعكس فمئة وخمسة وعشرون مقصوم على خمسة تعطينا ذلك العدد الذي نبحث عنه لأنه قاسم لمئة وخمسة وعشرين ننجز عملية قسمة بسيطة فقط كي نفهم من أين سنأتي بهذه القوى مئة وخمسة وعشرون من مقصوم على خمسة خمسة وعشرون هي خمسة في خمسة إضافة إلى خمسة ثالثة هذا يعني أن عندي خمسة وثلاثة يعني تكررت خمسة بالضرب ثلاث مرات ستة وثلاثون فهو ستة في ستة خمسة وعشرون سنعوضها بخمسة ثلاثة وستة وثلاثون سنعوضها بستة ونكتب هنا في القسس ستة في خمسة ثلاثون ستة في اثنان اثنان عشر وثلاثة خمسة عشر ستة في واحد ستة وواحد سبعة ثلاثة في خمسة خمسة عشر ونحتفظ بواحد ثلاثة في اثنان ستة وواحد سبعة ثلاثة في واحد ثلاثة المجموع أربعة عشر زائد واحد خمسة عشر وهنا أربعة إذن أربعة آلاف وخمسمائة أضع وأنجز نبدأ بعمليات الجمع الحد الأول عدد عشري سأضيف له هذا العدد الصحيح إذن بما أنه عدد صحيح سأضع فاصلة أصفر وأكتبه كله هنا في الجزء الصحيح سأبدأ برقم الوحادات خمسة ثم باقي الأرقام تسعة تسعة وحد ثمانية إذن هذه العملية الفاصلة هنا الجزء العشري تسعة تمانية سبعة تسعة زائد خمسة أربعة عشر تسعة والإحتفاض عشرة وخمسة خمسة عشر نحتفت تسعة والإحتفاض عشرة وأربعة أربعة عشر نحتفت تسعة حد عشر عشرة زائد تمانية تمانية عشر عشرة زائد سبعة سبعة عشر ستة تسعة تسعة هذا هو المجموعة نمر للعملية الثانية وهي عملية الطرح نكتب الحد الأول الذي هو عدد صحيح يعني ليست فيه فاصلة سوف أطرح منه هذا العدد العشاري سأضع الفاصلة أولا هنا وأضع الفاصلة في الجزء الصحيح لأن هذه الأصفار سأستعملها في الطرح أبدأ بالجزء العشاري سبعمائة وثلاثة وتمانون والجزء الصحيح أبدأ من الوحدات وأكتب الأرقام عند التوالي أبدأ في الإنجاز دون أن سوضع الفاصلة سفر نقص ثلاثة لا يمكن عشرة نقص ثلاثة سبعة سفر نقص تسعة لا يمكن عشرة نقص تسعة واحد هنا سفر نقص تمانية كذلك لا يمكن أضع الاتفاظ وأنزله 10 نقص تمانية كذلك سفر نقص عشرة لا يمكن أضع احتفاظ وأنزله 10 نقص عشرة صفر اضع ايضا وأنزله 10 نقص عشرة صفر هنا أيضا 10 نقص عشرة صفر أخر خمسة ناقص ستة لا ينكي الاحتفاظ خمسة عشر ناقص ستة تسعة هنا سأضع الاحتفاظ أيضا عشر ناقص واحد تسعة احتفاظ أيضا سبعة عشر ناقص تسعة تمانية وأربعة ناقص أربعة صفر إذن هذا هو الفرق نمر للعملية الثالثة وهي عملية ضرب تسعة في تمانية اثنان وسبعون تسعة في سبعة تلاتة وستون وسبعة سبعون أضع الصفر وأحتفظ بسبعة تسعة في تسعة واحد وتمانون زائد سبعة تمانية وتمانون أحتفظ بتمانية تسعة في خمسة خمسة وأربعون زائد تمانية تلاتة وخمسون أحتفظ بخمسة تسعة في تسعة واحد وتمانون وخمسة ستة وثمانو واحد في تمانية واحد في سبعة اما الضرب في الصفر فلا داعي فلن يتغير شيء ولو ضربنا في ذلك الصفر نجمع اثنان تمانية وهنا عندي خمسة عشر احتفظ تسعة واحد وثلاثة ثلاثة عشر نحتفظ احد عشر واحد اثنى عشر تسعة واحتفظ عشرة تمانية واحد واحد عشرة نحتفظ اربعة عشر زائد واحد خمسة عشر نحسبكم رقما بعد الفاصلة فقط رقمين اذا سأضع الفاصلة هنا لدينا قسمة عدد صحيح على عدد عشاري في البداية سوف نضرب العددين في عشارة كي احصل هنا على عدد صحيح وهنا ايضا سأضرب في عشارة ساحصل على عدد اخر اذا بعد عملياتي الضرب كتبت هذا الصفر عندي اربعة ارقام ساخذ اربعة ارقام الا انها غير كافية ارى بان ثلاثة الاف ومئة وثمانية وخمسون اصغر من سبعة الاف وثمانية وخمسة وتسعون لهذا سوف اخذ الرقم الخامس هنا سوف اخفي تقريبا ثلاث ارقام وهنا سوف اخفي ثلاث ارقام سوف تبدو واحد وثلاثون مقصوم على سبعة تقريبا اربعة سأجرب اربعة اربعة في خمسة عشرون اربعة في تسعة ستة وتلاثون واثنان تمانية وتلاثون اربعة في تمانية اثنان وتلاثون وتلاثة خمسة وتلاثون نحفظ بثلاثة اربعة في سبعة تمانية وعشرون وتلاثة واحد وثلاثون إذن أنظروا هي بالضبط إذن سيكون الباقي صفر 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 لم أنهي سوف أنزل هذا الصفر وأستأنف القسمة صفر مقسوم على هذا العدد صفر صفر في هذا المقسوم عليه صفر والباقي صفر إذن هذا هو الخارج هي قسمة مضبوطة جو كالكول نوم غأة لدينا عملية الطرح مضروبة في 2 على 3 هذا الفراغ يعني الضرب دائما الفراغ هكذا في أي عملية هو عملية ضرب سوف أوضيف 5 على 42 إذن سأبدأ أول مرحلة هي أن أوحيد مقامة هذا العدد وأنجز عملية الطرح دون أن أغفل باقي الكوسور إذن سوف أشتغل هكذا هذا الطرح هنا لكني لن أنسى 2 على 3 لن أستعملها الآن وهذا الجمع أيضا لن أستعمله الآن لكني أكتبه في المرحلة الأولى سأوحيد هذه المقامات 3 و 6 المضاعف المشترك الأصغر هو 6 في هذه الحالة لدينا أحدهم مضاعف للآخر إذن 6 مضاعف لـ 3 سوف يكون المقام الموحد هو 6 للمرور من 3 إلى 6 ضربت في 2 ثم سأقوم بعملية الطرح 4 نقص 1 3 عندي 3 على 6 كل هذا يضرب في 2 على 3 ثم سأضيف 5 على 42 سوف أختزله بـ 3 في البسطين والمقام سوف أحصله على 2 على 6 يمكن أن أختزل أيضا 2 مع 6 يعني 1 على 3 إلا أني سأتركها لأن 6 ستفيدني في توحيد المقامات مع 42 إذن سوف أكتبه 2 على 6 زائد 5 على 42 يساوي أرى بأن هناك مقام موحدا بين 6 و 42 هو 42 لأن هنا 42 مضاعف لـ 6 إذن أكتبه 42 في المقامين الكسر الثاني لم يتغير كأني ضربت بسطه و مقامه في 1 إلا أن الكسر الأول 6 أصبحت 42 يعني ضربت في 7 البسط الأول هو 7 في 2 14 نفس المقام هذا هو المقام الموحد أجمع البسط 19 19 عدد أولي يعني هذا الكسر لن يختزل التمرين الرابع مسألة ذهب خالد إلى السوق الأسبوعي على دراجته حيث يمثل المبيان جانبه المسافة التي قطعها بدلالة الزمن علما أن خالد استغرق ساعة للوصول إلى السوق ما هي المسافة التي يبعد بها منزل خالد عن السوق؟ نبحث عن المسافة يعني بالكيلومتر التي يبعد بها منزل خالد عن السوق لا نعرف أين يوجد منزل خالد لكننا لدينا معلومة أن خالد استغرق ساعة للوصول إلى السوق يعني من خلال هذه الساعة سوف نبحث عن المسافة الساعة هي مدة إذا نبحث عن المدة في المحور الأفقي ما الذي يوافقها في المحور العمودي؟ هذه الساعة هنا سوف أصعد هكذا عموديا إلى أن أجد المبيان ثم أفقيا ما الذي يوافق هذه الساعة هنا إذن تقريبا إذن هي عشر كيلومترات إذن هذه المسافة هي عشرة كيلومتر ما هي السرعة التي كان يسير بها خالد؟ السرعة هي المسافة في ساعة واحدة إذن عشر كيلومترات قطعة في ساعة فالسرعة هي عشرة كيلومتر كيلومتر هذه قطعة في ساعة واحدة يعني عشرة كيلومتر في الساعة نمر للسؤال الخامس أضع وأنجز عملية الجبع وعملية الطرح في الأعداد الستينية سوف نجمع التواني لوحدها والدقائق لوحدها والساعة لوحدها إذن كل وحدة تجمع على حيضة تسعة وخمسون زائد ثلاثون نكتب هنا تسعة خمسة زائد ثلاثة تمانية واحد زائد خمسة ستة أربعة زائد اثناني ستة أيضا خمسة زائد واحد ستة نرى بأن التواني تجاوزت ستين ثانية الضقائق أيضا تجاوزت ستين دقيقة لهذا سوف نحول التواني إلى الدقائق والدقائق نحولها إلى ساعة دائما نبدأ التحويل من اليمين من التواني تسعة وثمانون أطرح منها ستين سوف يبقى عندي تسعة وعشرون هذه تسعة وعشرون ثانية ستون ثانية ما هي إلا دقيقة سأضيفها هنا تصبح عندي سبعة وستون دقيقة ثم أكتب ست ساعة إذن في السطر الأول حولت فقط التواني في السطر الثاني سأمر للساعة إذن سأعيد كتابة التواني أنهيت هذه المرحلة سبعة وستون دقيقة سأطرح منها ستين دقيقة يبقى عندي سبع دقائق فقط لكن تلك الستين دقيقة سأحولها إلى ساعات يعني هي ساعة وحيدة ستضاف إلى ست ساعات وتصبح سبع ساعات نمر الآن لعملية الطرح في عملية الطرح هنا ليس لدي إشكال فالأرقام الموجودة في الأعلى أو الأعداد الموجودة في الأعلى هي الكبيرة يعني أربعون أستطيع أن أطرح منها ثلاثين خمسة عشر أستطيع أن أطرح منها عشرة كذلك أحد عشر أطرح منها اثنين ليس هناك مشكلة أربعون نقص ثلاثون عشرة عشر ثواني خمسة عشر نقص عشر خمسة أحد عشر نقص اثناني تسعة التمرين السادس أحول ما يلي إلى الوحدة المطلوبة السطر الأول هو قياس أطوال سوف أضع القياسات في الجدول هكذا تسعة كيلومتر خمسة ديكامتر فاصلة تسعة وخمسة إذن خمسة هو رقم الوحدات فاصلة تسعة وخمسة هذا الفرع أضع فيه صفرا أحول إلى المتر المتر سوف تتحرك الفاصلة هنا تسعة آلاف وخمسة وخمسون فاصلة تسعة نمر للقياس الثاني وهو قياس الكتل سنحوله إلى القنطة إذن سبعة طن فاصلة ثلاثة وسبعون زائد مئتاني وخمسة كيلوغرام خمسة رقم الوحدات في الكيلوغرام خمسة هنا سفر إذن سأجمع بعد ذلك سأحول خمسة ثلاثة تسعة سبعة أريد القنطار القنطار هنا تسعة وسبعون القنطار فاصلة خمسة وثلاثون القياس الثالث هو قياس المساحة وضعنا الجدول هنا نحتاج للوحدات الزراعية الهكتار هو الهكتومتر مربع بعده الار ثم السنتيار لدينا صفة فاصلة خمسة هكتار إذن في هذه الخانة لدي خانتين التي على اليمين يعني وحدات الوحدة أضع الصفر فاصلة خمسة سبعون متر مربع المتر مربع هنا الصفر في وحدات الخانة ثم السبعون سوف أجمع أضع هذا الصفر أريد أن أحول إلى الديكامتر مربع سوف أحللك الفاصلة من هنا إلى هنا هذا هو الديكامتر مربع وهذا إذن عندي خمسون فاصلة سبعون أو خمسون فاصلة سبعة نفس الشيء نمر للقياس الرابع قياس الساعة مع قياس الحجم لدينا هنا وحدات قياس الحجم سوف أضع فيها اللتر مضاعفته وأجزائه نعرف أن اللتر هو الديكامتر مكعب أبدأ به أولا نحو الوراء سأضع المضاعفات الديكالتر الهكتولتر وهنا على اليمين الديكالتر سنتي لتر والميلي لتر إذن سأضع القياس خمسة عشر ديكالتر الخمسة في الديكالتر وواحد هنا مئة وخمسون ديكالتر الديكالتر هنا لا يمكن أن أضع في نفس السطر سوف أنزل قليلا الديكالتر صفر في الديكالتر خمسة هنا وواحد هنا أقوم بعملية جمع صفر خمسة ستة واحد أريد أن أحول إلى الديكالتر مكعب الديكالتر مكعب هو اللتر أيضاً يعني هنا هنا مئة وخمسة وستون فصل السفر هي مئة وخمسة وستون السؤال السابع تتوفر مدرسة على خزان الماء على شكل أسطوان انظر الشكل نأخذ بثلاتة فاصلة أربعة عشر إذن في الشكل لدينا الارتفاع هو ثلاثة أمتار والشعاع يعني شعاع القاعدة هو اثنان متر متر عين أحسب حجم هذا الخزان بالمتر مكعب الحجم هو مساحة القاعدة في الارتفاع إذن نكتب في تساوي لسوفة للاباز فو لاوتر سوف نعوض مساحة القاعدة بصيرتها بما أن القاعدة على شكل ذائري فسوف نكتب مساحة القرص يعني الشعاع في الشعاع في بي ثم أضرب في الارتفاع سوف أكتب التطبيق العدادي الشعاع هو اثنان إذن اثنان ضرب اثنان ضرب ثلاثة فاصل أربعة عشر الكل مضروب في الارتفاع الكل بالمتر المتر في المتر في المتر سوف أحصل على المتر مكعب عندي هنا 2 في 2 4 4 في 3 12 سوف أضرب 12 في 3.4 فقط كي أختصر 2 في 4 8 2 في 1 2 2 في 3 6 أعدل السطر 4 1 3 سوف أجمع 8 6 7 3 رقمين بعد الفاصلة 37.68 متر مكعب أحسب باللتر الكمية اللازمة لملء نصف الخزان إذن سوف نبحث عن نصف هذا الحجم ثم نحوله إلى اللتر إذن نصفه يعني نكتب الحجم مضروب في النصف يعني نصفه هذا الحجم سوف أقوم بعملية قسمة إذن سأقسم على 2 3 مقسم على 2 1 1 في 2 2 والباقي 1 أنزل سبعة سبعة 17 مقسم على 2 8 8 2 16 والباقي 1 إنزال ستة يجعلني أضع الفاصلة لأن 6 10 16 مقسم على 2 8 8 3 2 16 والباقي 0 سأنزل 8 8 مقسم على 2 4 اربعة في اثنان ثمانية وباقي السفر اذا نصف هذا الحجم هو تمانية عشر فاصيلة اربعة وتمانون لكن بالمتر مكعب هم ارادوا اللتر اللتر هو الدسيمتر مكعب يجب ان احول من المتر مكعب الى اللتر او الدسيمتر مكعب اذا سأطرع القياسة في الجذول تمانية عشر في المتر مكعب يعني المهم ان اضع هذه التمانية رقم الوحدات في المتر مكعب هنا ثم اكتب باقي الارقام على التوالي كل رقمي في مكانه ساحول الى اللتر الذي هو هنا يعني يجب ان اضع هذا السفر هذا السفر غير كافي مادمت لم ازيل الفاصيل كيصبح رقم الوحدات هو اللتر يجب ان يكون عندي تمانية عشر الفا وتمانمائة واربعون لترا تالتا تنظيم معالجة البيانات مسألة في بطولة لالعاب القوى حقق العداءون في مسافة ستين مترا مستوية الارقام الممثلة على المبيان التالي اذا هنا التوقيت بالتانية وهنا العداء من واحد الى تمانية من هو العداء الاسرع والبطيء في هذا السباق مع ذكر التوقيت الذي حققه كل عداء نبدأ بالاسرع ثم البطيء الاسرع هو الذي حقق اقل وقت ممكن هذا هو الثالث حقق تمانية ثواني الثالث وحقق تمانية ثواني نمر للبطيء البطيء هو الذي يعني متأخر في الحلابة يعني استغرق وقتا طويلا كي يصل الى خط النهاية يعني الثاني نعم الثاني انظروا شككت فيما قبل الاخير لكن الثاني هو الذي وصل متأخرا اذا استغرق اثنى عشرة ثانية اذا العداء الثاني واستغرق اثنى عشرة ثانية ما هو الفارق الزمني بين العداء الاول والاخير في السباق سوف نطرح اثنى عشر ناقص تمانية اثنى عشرة ثانية ناقص تماني ثواني هي اربعة هي اربع ثواني نمر لأسئلة الهندسة التمرين التاسع يمثل الشكل جانبه ارضا لزراعة الطماطم وهو عبارة عن دائرة قطرها تمانمائة متر ادي واحد هذا القرص الرمادي هو القطع الارضي التي زرعت طماطم انظروا الى القطر ادي واحد حيث يوجد خزان للماء على شكل الدائري قطره ادي اثنان عشرون مترا وسط الارض وهو الذي تسقى منه الطماطم الف احسب مساحة هذه الارض يعني الارض باكملها المساحة المساحة الاولى اس واحد لانا عندي مساحات اخرى اه الشعاع في الشعاع في بي اذا نمر للتطبيق العدادي الشعاع واحد ليس لدينا الشعاع ولكن لدينا القطر يجب ان ننتبه تمانمائة قطر اذا سوف احسب الشعاع اغواحد هو نصف تمانمائة اربعمائة متر كذلك هنا اغاثنان سوف يكون نصف عشرون عشرة امتر اذا الشعاع هو اربعمائة ضرب اربعمائة ممكن ان اضع اربعمائة اثنان اصبحنا الان نعرف القوى في ثلاثة فاصلة اربعة عشر واحصل على اه العدد يقرب خمسمائة اثنان الاف واربعمائة متر مربع نمر للسؤال باء احسب المساحة التي يشغلها الخزان بنفس الطريقة مساحة الخزان هي الشعاع في الشعاع في بي لكن شعاع الخزان هو عشرة اذا عشرة في عشرة او عشرة اثنان في ثلاثة فاصلة اربعة عشر اذا اه هنا عنديك ان عندي مائة سوف تتحرك فاصلة برتبتين يصبح ثلاثة مائة واربعة عشر متر مربع بعد ذلك سنمرني السؤال جيم استنتج المساحة المزروعة بالطماطم في هذا الحقل دائما هذا الفعل استنتج يعني اننا سوف نأخذ الجواب من الاسئلة السابقة اذا المساحة المزروعة هي ما تبقى من الارض بعد ان وضعنا الخزان يعني الفرق بين المساحة الكلية للقطعة الارضية ومساحة الخزان يعني سوف نأخذ المساحة الاولى ناقص ثلاثمائة واربعة عشر اذا نأخذ خمسمائة واثنان الف واربعمائة نطرح منها ثلاثمائة واربعة عشر يعني المساحة الكلية للارض ناقص مساحة الخزان سعطينا مساحة المزروعة بالطماطم عشر ناقص اربعة ستة عشر ناقص اثنان تمانية اربعة ناقص اربعة صفر اثنان ناقص لا شيء صفر ناقص لا شيء خمسة ناقص لا شيء اذا المساحة التماطم هي خمسمائة واثنان الف وستة وتمانة كل هذا بالمتر مربع لان سؤال اول قلب منها نرسونا موما تيلي هاد الشكل ولموما تيلي نعرف كيف نرسونا يعني هو نفس الشكل لكن في جهاتي لأخرا بشكل معاكس لا ردكشن لا ردكشن هي تسغير إذن نسغير هذا شكل بي النسف نبدأ بي التماتي لسي مدري إسي جي 2 كارو 012 إسي جي 2 كارو دون لطرق تي 2 كارو إسي دمين إسي جي 2 كارو 2 كارو إسي جي 1 كارو 1 إسي جي 1 2 3 4 جي كارو 4 جسكي لا إسي جي 3 سي سيجم 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 عليه أن ا比如 2 هنة صلحة و الأمر الثانة شكرا بحثات إذا أحسنت نسف جد اعلك للمواتي يعني تربيع أصبحت نصف دمام دون لتركوتي إسي جي 4 كارو جوري 2 1 كارو كمبلة 1 كارو ديفيزي بار 2 ألف أنشئ زاوية قياسها 70 درجة اسمها أعب لإنشاء زاوية ضروري ومؤكد من المنقلة في البداية سوف أرسم الضلع الأول بما أن الرأس سوف أضعه مع النقطة سوف أضع المنقلة هنا أضع هذه النقطة مع رأس الزاوية ثم أبحث عن الصفر لدي صفرين في المنقلة لكني سأبحث عن الصفر الذي يمر منه الضلع بما أن الرأس هنا الضلع يمر من هنا إذن هذا هو الصفر عندي 70 درجة 0 10 20 وهكذا إلى أن أصل إلى 70 70 هنا سوف أصل بخط مع الرأس كي أحدد الزاوية التي أريد مثل هنا هذه الزاوية أ أو بي عند الرأس أ سوف أحدد هنا النقطة وهنا النقطة بي قالوا لنا أنشئ منصفها سوف أخذ بشكل عشوائي نقطتين مثلا سوف أخذ هذه النقطة هذه الفتحة هكذا وهنا ثم أضع الإبرة هنا أحدد القوس الأول وأحدد القوس الثاني هذا التقاطع هو الذي سيمر منه المنصف هذا هو المنصف سأسميه لدينا الرأس وهنا أسمي النقطة مثلا التمرين الحادي عشر أنشئ متوازي الأضلاع بسد هناك خطأ ليست هناك النقطة فهو رباعي لا يمكن أن يكون فيه خمسة رؤوس فقط خطأ مطبعي إذن أنشئ متوازي الأضلاع بسد حيث أبسي تسعة وثلاثون دراجة بسي ثلاثة سنتيمتر وأبسي خمسة سنتيمتر سوف أبدأ بالضلع أبسي ثم الزاوية ثم بسي الضلع أبسي هكذا خمسة سنتيمتر يعني بالشكل العادي نرسم قطعة خمسة سنتيمتر هذه القطعة أب أب الرأس الذي سنضع فيه الزاوية هو الرأس الذي سنضع فيه الزاوية هو الرأس بي انظروا بي تسعة وثلاثون درجة سأضع المنقال هكذا المنقال هنا في الأسفل الضلع هنا إذن صفر عشرة عشرون أنا أتعمد وأن أعند كي لا نستعمل العدد الموجود في الجهة الأخرى مثلا إذا قلت تسعة وثلاثون عندي تسعة وثلاثون في هذا الاتجاه وتسعة وثلاثون في الاتجاه الآخر إذن لهذا أحدد الصفر من أين بدأت تسعة وثلاثون كأنني قلت أربعين إذن قبل أربعين بدرجة هنا سوف أرسم هذا النصف مستقيم يعني الضلع الثاني من الزاوية بعد ذلك سأحدد فيه القياس إذن هنا الزاوية تسعة وثلاثون درجة هنا سوف أحدد ثلاثة سنتيمتر إذن أحددها بالمستارة أو بالبركار ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر هنا إذن أرسم الضلع الأول الضلع الثاني بس حددت الزاوية ينقصوني أن أرسم الرأس الرابع لدينا في هذه المرحلة أستعمل البركار إذن نريد الضلع المقابلة لأبي وضلع المقابلة لبس لهذا سأستعمل البركار هكذا الإبرة هنا القلم في النقطة الضلع المقابلة لبس الضلع المقابلة لبس الذي له نفس القياس سوف يكون في هذا القوس كي أحدده بالضبط سوف أحدد الضلع المقابلة لبس أيضا إذن هنا هذا التقاطع هو النقطة بعد ذلك سأصل بخط لدينا أب بس سأحدد السمع أو أربط السمع ثم الدمع هذا هو الشكل المطلوب متوازي الأضلع بالسد بهذه القياسات وهكذا أعزائي نكون قد أنهينا إنجاز هذا الاقتراح اقتراح الامتيحة الموحد الإقليمي للمستوى السادس أشكركم جزيرة الشكر على متابعتكم وتشجيعكم المستمر أطلب منكم المزيد من الدعم بالضغط على زر الإعجاب زر اشتراك تفعيل جرس كي يصلكم كل جديد أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر